الالتزام بها نقول لي صباح الخير صباح النور يا أهلا وسهلا تسعد صباحك شكرا لك على وجودك معنا في صباح السعودية والبداية يا ترى ما هي الأداب التي يجب أن يلتزم بها الحاج بسم الله شكرا لكم على الاستضافة الأداب احنا بنتكلم بشكل عام في صميم اختصاص الاستشارة النفسية والإدارية كيف الأداب العامة حقا الحاج في الحج هذه الأيام أيام معلومة أيام معدودة أيام موقوتة في مذكورة إلينا نستفيد منها أي شخص دائما إذا بيحط أهداف أو بيغير سلوكه أو حياته دائما يحط أهداف في أوقات معينة عادة تصير راس السنة بداية السنة الهجرية بداية السنة الميلادية أيام رمضان نحط لنا أهداف ونوايا من ضمنها حتى في الحج حتى لما بيروح الحج يقدر يستفيد من هذه الأيام العشرة أو الأيام الفضيلة بوضع أهداف لما الواحد يحط له هدف ومنها أهم الأهداف اللي يحطها التغيير التغيير الداخلي لنفسها لما يحط التغيير الداخلي لنفسها بيعرف اتجاهها إلى أين يصل ويش الحصيلة اللي بيحصلها في الحج أو في هذه الأيام الفضيلة كيف يكتسبها كلها كاملة الهدف هي أهم حاجة وقبل الهدف لازم النية والقصد موجودة عندنا في الشريعة النية والقصد أي شيء أي هدف عندك أي برنامج أنك تب تخطيه لازم تحط النية والقصد حقها الهدف حقها النية هي بتسرع لك مجريات الأمور بتصير بشكل صحيح لما أنا يكون نيتي أن أغير ذاتي أولا وأنني لما نعرف ذاتنا نحن بنعرف ربنا يعني بنعرف أمور كثيرة لازم نتعرف على نفسنا وعلى دواتنا أكثر في هذه المرحلة لما أنا أكون حط نية في تغيير الذات والنية التقرب إلى الله والنية أن الإخلاص في الحج هذا بتكون أن عندنا تقريب إلى الحصيلة أو القصد من هذه الأيام جميل يعني أستاذ البعض يتوتر خوفا من نسيان أمر معين من أمور الحج منسك معين من مناسك الحج فيكون مشدود متوتر ومعصد فكيف ممكن يحفظ على هدوءه بنفس الوقت يتجنب الجدال في الحج نعم طبعا هي بتكون هذه الأمور واردة في الحج والله في غير الحج وعدنا أهمية أن لا جدال لا رفث لا فسوق في الحج طيب كيف نتجنب هذه الأشياء كيف نحن نتفاذ هذه الأشياء التهيئة إلى مرحلة الحج لازم تكون من بداية السنة زي لما تبغى تخفض وزنك أنت ما تبدأ على طول دايركت بتمتنع بتسوي برنامج طول السنة بتستمر على هذه الأمور فنفس الشيء في الحج لازم أن تكون مهيئ قبل حتى لو كانت بداية من الحج وتستمر معنا التهيئة والاستعداد إلى بقية السنة يعني تكون فيها لما نحن نحط هدف أن نكون نقدم شيء بشكل خالص فلازم نتخلص مثلا نعرف أولا نتفاذ هذه الأمور لازم نتوقع أنها بتكون في الحج وفي أماكن التجمعات عموما في بعض العقد يقول لك لازم تتخلص منها في عقد كثيرة العقد مختلفة عن المعتقدات قليلا الآن العقد أهمها خلينا نتكرر عقدتين أن تناسب موضوع الحج مثلا عقدة المخلص لما تكون أنت شخصيتك أو فيك عقدة المخلص أنك يعني لازم تكون كلامك كله صح وتكون تحب الظهور لازم آرائك هي صحيحة وتحارب عشان آرائك ما بتتقبل بعدين لما يجي أحد يتكلم إليك بتحاربه وبتجادله وبترادده في الكلام فهذه يخرب الأشياء لما أنا أعرف ذاتيا أعرف أن هذه فيها العقدة أتخلص منها في عقدة أيضا بروغوديس عقدة بروغوديس هو إضمار الحقد والكراهية والغضب لأي شخص ينتمي ويتفاخر بالقبائل والشخصية والمنصب وهذه الأمور فلما أنا أعرف أن هذه تأثر علي وأتخلص منها بأثر يعني لأنه في الحج بيكون ومن آثارها الاجتماعية في الحج أنه بتكون إحنا بنكون علاقات بنتقابل مع ناس أجانب ناس مو ما نعرفهم بنشوف متغيرات كثيرة أصلا في الحج يعني كأننا مسافرين عشر آلاف من البلاد يعني كأننا مسافرين وبنتقابل ثقافات متعددة فلما تكون عندها العقدة عقدة بروغوديس ونتخلص منها بتفيدنا أننا كيف نتعامل مع الأمور أيضا تهدئة النفس التعامل مع الأمور وخاصة لما نحط الهدف والنية نحن قدامنا ونجيب قصة طريفة بسيطة إلى المشاهدين أن نستعين بقصة الغزال والأسد الغزالة والأسد دائما يقول أن الغزالة أسرع من الأسد ولكن الأسد يتمكن من الغزالة لماذا؟ لأن الغزالة دائما تمشي وتتلفت وراها تشوف خوفا لأن عندها الخوف فتتلفت وراها لما تتلفت وراها يقلل الوقت اللي عندها فيمكن الأسد أنه يتمكن منها فكذا نحن في الحج وفي أي مكان تجمعات إذا كان عندنا النية ما نتلفت ما أحد يقطع طريقا